اشتركوا في القناة من عقائد وعبادات واخلاق ومعاملات فهي للفرد دليل وهداية وهي للامة حفظ ورعاية تحقق بها كل عز وغاية دون تفريط او افراط كما انها للمجتمع امان وثبات وضمان من التطرف والافراط والغلو والاعنات وذلك ان الوسطية مضبوطة بالضوابط الشرعية مراعم فيها القواعد الكلية والمقاصد الشرعية وفيما يلي اهم هذه الشروط والضوابط اولاها اعتمادها على النصوص والادلة الشرعية ان من اصول اهل السنة والجماعة يا رعاكم الله ان الله تبارك وتعالى قد وهب للعقل خاصية استحسان الحسن واستقباح القبيح وان الخلق مفطورون على ذلك قال الامام بن تيمية رحمه الله والقرآن دل على ثبوت حسن وقبح قد يعلم بالعقول ويعلم ان هذا العقل ويعلم ان هذا الفعل محمود او مذموم بيد ان من الامور ما لا يمكن للفرد من الخلق ادراك حقيقة الوسطية فيها فكان حتما ولزاما الرجوع الى الشارع الحكيم الرجوع الى الشارع الحكيم في ذلك ان نصا فنصا وان لا فبالرجوع الى الاشباه والنظائر فقد يبدو للمرء الشيء ويستحسنه فاذا الخير والصلاح والوسطية في ضده وقد يستقبح احدنا الشيء ويستنكف عنه واذا بالخير كل الخير في اتيانه وامتثاله فاما المثال الاول فقد وقع ليازكى البشرية وخير البشرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في اسرى بدر ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يتحدث عن موقعة بدر وجاء فيه فلما اسر الاسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما ترون في هؤلاء الاسرى فقال ابو بكر يا نبي الله هم بن العم والعشيرة ارى ان تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله ان يهديهم للاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب فقلت لا والله يا رسول الله ما ارى الذي رأى ابو بكر ولكني ارى ان تمكننا فنضرب اعناقهم فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فاضرب عنقه فان هؤلاء ائمة الكفر وصناديدها فهوى النبي صلى الله عليه وسلم الى ما قاله ابو بكر ولم يهوى الى ما قلت فلما كان من الغد جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله اخبرني من اي شيء تبكي انت وصاحبك فان وجدت بكاء بكيت وان لم اجدت بكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكي للذي عرض علي اصحابك من اخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم ادنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم وانزل الله جل في علا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يذخن في الارض الى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فاحل الله الغنيمة لهم واما المثال الثاني من السنة المطهرة فيظهر جليا في صلح الحديبية وما جاء فيه من بنود ظاهرها الذل والهوان للمسلمين وهم من خرج لإعلاء كلمة الله قاصدين بيت الله محرمين ملبين حتى قال عمر رضي الله عنه ألست نبي الله حقا قال بلى قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بنحر الهدي وحلق رؤوسهم ليتحللوا من العمرة فأعقب ذلك فتحا من الله ونصرا مبينا بعده صارت مكة دار إسلام وانقطعت الهجرة منها إلى المدينة فحيث ما كان النص الشرعي يا رعاكم الله وكانت الآية والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فثم العدل والخير والوسطية وحيث لم يكن شيئا من ذلك فهنا يلحق الشبيه بشبيه والنظير بنظيره والمثيل بمثيله مع استصحاب سمات الوسطية التي ذكرناها سابقا من موافقة الفطرة ورفع الحرج واختيار الأيسر مع العدل والحكمة وحيث مجتمع في الأمر خير وشر وصلاح وفسات ونفع وضر فالوسطية هنا تكون مع الأغلب جلبا للخيور ودفعا للشرور ومن اشتبه عليه علم شيء فليكله لعالمه وأهل الحل والعقد فيه فهم أخبروا بحقيقته فهم أخبروا بحقيقته بحقيقة الوسطية فيه ولا يخبط فيه خبط عشواء خاصة فيما يتعلق بالمصالح العامة ومسائل الأمة قال تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا